بدأ اليوم من أول مباراة الزمالك يعني هنعدي مباراة البراميدز والمصري ونبتدي بمباراة الزمالك وسيراميك ليباترا وإزاي دخل فريرا المباراة وإزاي كابتان أحمد ساميبا دخل المباراة وليه قدر فريرا يتغلب تكتيكيا علشان يخرج بالمباراة بالنتيجة اللي هو عايز وخلينا نتفق إنه بالنسبة لأهلي والزمالك حتى مباراة السوبر هو مهم جدا بالنسبة لهم الثلاث نقاط قد يكون هناك بعض التعليقات على الأداء هنا وهناك قبل ما نبتدي نحلل الشكل لكن مهم جدا إن أكد إنهما بالنسبة لهم هم خرجوا بنتيجة المية في المية من المباراتين في بداية الدوري ده يخلي الأجواء مستقرة داخل الفرقتين سواء الأهلي أو الزمالك خلينا نشوف فريرا دخل إزاي المباراة النهار ده فريرا دخل بالتلاتة خمسة اتنين أو الخمسة تلاتة اتنين في الحالة الدفاعية اللي ابتدى يشتغل بها في الفترة الأخيرة لها مميزات ولها عيوب وهنشرح إيه اللي استفادوا الزمالك وإزاي الزمالك بيقدر يخرج من ده وعن طريق أي لعبين ابتدى بالثلاثة طبعا عنده غيابين مهمين في قط الدفاع هم وحمود حمد الوينش وحسام عبد الميجين ابتدى يعتمد على حمزة المسلوسي راجل سنتر باك ناحية اليمين ومحمد عبدالغاني ونهاردة مصطفى زندقل واحد من نجوم المباراة في وجهة نظري قدم مباراة في مشاركته الأولى المدة التسعين دقيقة مع نادي الزمالك قدم مباراة جيدة جدا انترسيبشنز أو توقع القرات عنده ممتاز القرات الهوائية عنده ممتازة الخروج بالكرة كان فيه قرتين تلاتة كنا ما كانوش موفقين لكن هو الخروج بالكرة عنده ممتاز وده هيساعد في الرئيس خاصة زي ما انت قلت يا كريم في الانترو منت شوية انه الراجل عنده غياب المدافع الدولي اللي عنده فيه خط الدفاع محمود حمد الوينش وهيغيابه وهيطول اه وعنده انه فيه فترة التوقف كسعالم الامور ما بشيبق فيها زحمة مباراة قوي لكن طبعا غياب الوينش مؤثر حتى لو كان البودلاء على قريبين من الكفاء حتى لو لمباراة واحدة مؤثر طبعا وإيه أحمد فتوح ونتكلم على أحمد فتوح كتير وثلاثي اللي اشتغلوا نهاردة في وسط المعارة اتكلمنا كمان انه فيه الناحية اللي مين كان عمر جابر اعتمد على الثلاثي لما نجي نتكلم على الثلاثي ده خليني هنا نحط العيب كده على جنب امام عشور عشان اتكلم عنه كتير وزكريا الوردي ولما جه الراجل حبي يزود ويحط العيب تالت في وسط الملعب الراجل فكر كتير هو ممكن كان يدخل عمر السيسي من بداية المباراة ويبتري يلعب بضو بي لكن قناعته الكبيرة محمد أشرة فروقة خلي يحطه هنا ليه محمد أشرة فروقة كرته جيدة يقدر يطلع بالكرة فكان بيعمل هنا يحط محمد أشرة فروقة ويبتري يشتغل زكريا الوردي ويعمل ده لكن كان امام عشور سابت قدام والثنائي اللي موجودين في الخط الامامي احمد سيد زيزو اللي برضو هتكلم نفس اللي قلته قبل كده واللي كنت بقوله على برونسافيو في الاهلي المكان الجديد اللي بيلعب فيه زيزو هنا فيه مشكلة كبيرة جدا لأنه بيقلل كتير من قدرات زيزو زيزو يقدر يقديه لكن زي ما لو قتلك يومنا كده يقديه مش يبدع فيه زي ما كان بيبدع في النصف الأيمن من الملعب المكان الطبيعي اللي بتحرك في زيزو في المنطقة دي حتى بعد رحيل أشرف بن شارقي كان ما كانش بتواجد هنا بس على الجناح اليمين لكن كان بتواجد هنا في المنطقة دي كلها فبالتالي زيزو تأثر كسيرا وسيف الدين الجزيري يمكن اللقطة الأبرز بالنسباله آه بيتحرك كتير لكن اللقطة الأبرز بالنسباله كان الهدف ومن هنا نبتلي الهدف ونشرح عليه عايزين نقول ايه ونربطه ونقول ليه فريرة بيقدر يطلع الزمالك من الخنقة لا لا هتلي الهدف من الأول هتلي الهدف من الأول أيوا ماشي بس وقف لي هنا الأول بصة كريم كام لعيب من سراميكا كليباترا في الكادر اللي انت شايفهم بس وفيه لعيب تاني في الرايت مش باين اللي انت شايفهم بس دلوقتي تمال لعيبة يعني فيه تاسع لعيبة تحت الكورة دي احنا بلغة الكورة بنسميها ايه خنقة فالمدير الفني الزكي اللي عنده نمط ويكون بيلعب كمان من خط الدفاع بتاعه بشكل كويس بيعمل تشانلز يعني ايه تشانلز انا غير بس شوية حتة كده ممرات تهوية يعني ايه ممرات تهوية اطلع فرقتي من الخنقة دي ازاي ازاي كرية المساحة الكورة بتلعب على ثلاث معايير اهمهم المساحة التحرك في المساحة وازاي اخلق في ظل هذا التكتل تسع لعبين تحت الكورة بعد ما فقط سيراميكا الكورة نزلوا تسع تحت الكورة لازم اخلق ممر تهوية اقدر اتنفس منه هجوميا لان تاني قلنا ان الخمسة تلاثة اتنين الشغل الدفاعي بتاعها اكتر التأمين الدفاعي بتاعها اكتر فانا محتاج ادور على اي سبيس اقدر اتحرك فيها للشانل اللي بيخلقها فريرة دائما وابدا واجبها لك بهدف تاني احرازه ازا مالك الموسم الحالي بنفس الطريقة بنفس السيكونز من نفس اللاعب من العمل الاسست احمر ابو الفتوح حطوا فين حطوا ما بين الرايت باك والرايت سنتر باك قلب الدفاع ناحية اليمين والرايت سنتر باك الرايت باك اللي ناحية اليمين في مسافة ما بين الاتنين رح هتطل مشي للكورة واحدة واحدة ايرجع 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 یه مشانه هون كت consisted بوس بوس بوسiben التحرك هين جاي من اين جاي في العمق اتدربي كل التاسعه دول ثبات واحدة في المصانة المبين اللي بعيدة عن التكتل تصرف ممتاز ماليمام عشور لانو كان شاهده رح طلب لان بسم طلع له والانو شايف انو برضو خروج متهور من محمد بسم